بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أبنائي وبنات الطلاة في درسنا لهذا اليوم نكمل ما أخذناه في الدرس السابق حينما تعرفت أنا وأنتم على ما هي النمو الإنساني في الجزء الأول تعرفت أنا وأنتم على الركائز الثلاث التي يقوم عليها أو مجالات النمو الأنساني من خلال الجسمي أو النمو الجسمي والنمو العقلي والنمو الانفعالي والاجتماعي أنا وأنتم نستذكر ما أخذناه في الدرس السابق حينما ابتدأنا بالوحدة الثانية النمو الإنساني ما هي النمو الإنساني حينما تعرفنا أو وضعنا في الحسبان أننا في نهاية هذا الدرس سوف نصل إلى أهداف محددة محددة فيها مفهوم النمو الإنساني ومجالات النمو المختلفة التي ذكرناها ثلاث مجالات ومن ثم نوضح تأثير كل مجال على المجالات الأخرى وأيضا تحديد المبادئ التي تحكم ظاهرة النمو الإنساني حينما بدأناها بنشاط استهلالي وتعرفنا على هذه الآية الكريمة وعرفنا أو فهمنا ما ذكر في هذه الآية الكريمة حينما ذكر نمو خلق الإنسان ومراحل نمو الإنسان وتشبيهه بالمطار حينما ينزل على الأرض الميتة فتخرج أو تنبت من كل زوج ومن كل نبات هو دلالة أو هو وصف بليغ لحياة الإنسان ولمراحل نمو الإنسان بعد ذلك تعرفنا على النمو الإنساني أو ما معنى النمو الإنساني لغويا كما ذكرنا في الدرس السابق أن النمو هي زيادة ولكن لدى الإنسان لا تعد زيادة بل هي كلما تقدمها في العمر نقص قوله تعالى والدليل على ذلك قوله تعالى في الآية الكريمة ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا إذن بعضهم استخدم في مؤلفات علم النفس كلمة أخرى غير أو بدلا من النمو إذن تعريف النمو هو ماذا؟ أحسنتم هو التغيرات أو التغير والتطور في مختلف جوانب الحياة ومن هذا التعريف أبناء أو بنت الطلاب تعرفنا على مجالات النمو أولاها التغيرات ممتازين التغيرات الجسمية أو التغير النمو الجسمي ممتازين وماذا؟ والنفسي أو العقلي والتغير الاجتماعي إذن هذه هي مجالات النمو إذن مجالات النمو ثلاثة الجسمي العقلي وماذا؟ أحسنتم والإنفعال والاجتماعي إذن هذه ثلاث مجالات النمو أو الأساس الذي يقف عليه النمو أو نعرف فيه النمو الإنساني إذن مجالات النمو ما هي؟ ممتازين النمو الجسمي والنمو ممتازين العقلي والنمو الانفعالي والاجتماعي النمو الجسمي أبناء وبنت الطلاب كما تعرفنا عليه في الدرس السابق أنها هي التغيرات التي تطرى على جسم الإنسان من طول من وزن أيضا من علامات البلوغ وغيرها أيضا ظهور بعض العلامات التي تدل على التقدم في العمر فهذا ما يقصد بالنمو الجسمي النمو العقلي هي تعاطينا وتفاعلنا مع محيطنا وكيف نتفاعل ونتعاطى أحسنتم كما ذكرنا في الدرس السابق مثال هل أنتم حينما كنتم تذكرون حينما كنتم في المرحلة الابتدائية هل هي طريقة التفكير والتفاعل والتعاطي مع أمور الحياة كما هي أنتم في المرحلة المتوسطة أو كما هي أنتم الآن في المرحلة الثانوية في كل مرحلة هي تقدم وزيادة في الخبرات وزيادة أيضا في المخزون الذي لدى الإنسان والمخزون العقلي الذي يجعله يتغير من كل فترة إلى أخرى ومن كل مرحلة إلى أخرى النمو الانفعالي كما ذكرنا أبناء وبناء الطلاب هي طريقة التفاعل والتعامل مع الآخرين أيضا التفاعل مع أمور حياتنا مع ما يصادفنا من أمور الحياة هذا هو ما يقصد به التفاعل الاجتماعي والتفاعل مع النفس أيضا أبناء وبناء الطلاب وشرحنا كل جزء على أحدى من النمو الجسمي التغير والتطور الذي يطرع على جسم الإنسان أيضا النمو العقلي هو التطور في طريقة التفكير والفهم وأيضا طريقة إدراكنا وحكمنا على العالم وما حولنا أيضا بالإضافة إلى المخزون الثقافي والفكري والخبرات المتراكمة مع بعضها البعض تعطينا أبناء وبناء الطلاب معلومات لحل المشكلات معلومات أيضا لطريقة اتخاذ القرار فهذا هو ما يقصد به النمو العقلي وتحدثت أنا وأنتم بصورة موجزة عن تجربة عالم أحد علماء النفس بي جي حينما تحاور مع الطفل وذكر أنه التطور العقلي يبدأ أو التغير وهو أهم علماء النفس الذي طور فكرة النمو أو نظرية النمو والانفعالي للأطفال أيضا النمو الانفعالي والاجتماعي يقصد به التغير والتطور أحسنتم وطريقة التفاعل والتعامل مع ما حولنا من مجتمع أيضا مع تواصلنا وطريقة تواصلنا تواصلنا مع الآخرين ومن ثم أخذنا التطبيق بسيط عن كيفية أو معرفتنا هل يختلف نمو الإنسان من بلد إلى آخر من ثقافة إلى أخرى فعلا فاتفقنا وأجبنا بأنه فعلا هناك اختلاف من مكان إلى آخر فعلى سبيل المثال سكان المناطق الباردة يختلفون عن من يسكن في مناطق الحارة أو من يسكن على خط الاستواء وهناك اختلافات كبيرة فيسولوجيا أو جسميا وعقليا وانفعاليا فهي تختلف من مكان إلى آخر درسنا لهذا اليوم وسؤالنا هو السؤال المهم هل يؤثر كل نوع من أنواع النمو على الآخر بمعنى هل يؤثر النمو الجسمي على النمو العقلي هل يؤثر النمو العقلي على الانفعالي والاجتماعي هل تؤثر كل منهما على الآخر من هذا سوف نتعرف أبناء وبنات الطلاب على ذلك يتأثر كل جانب من جوانب النمو بالجوانب الأخرى حيث يتأثر النمو الانفعالي بالنمو الجسمي بمعنى أبناء وبنات الطلاب كما ذكرنا أن مجالات النمو ما يذكرين بها ممتازين أحسنتم وعقلي وماذا وانفعالي أو اجتماعي إذن هذه المجالات كل منها يؤثر على الآخر بمعنى أن النمو الجسمي يؤثر على العقلي يؤثر على الانفعالي كذلك العقلي يؤثر على الجسمي النمو الجسمي والانفعالي إذن كلها أبناء وبنات الطلاب عبارة عن شبكة مرتبطة مع بعضها البعض فيؤثر كل منهما على الآخر فتأثيره تأثيرا واضحا على كل جزء وعلى كل مجال فالمجال الجسمي أو النمو الجسمي يؤثر على العقلي وعلى الانفعالي التطور العقلي والتطور في المدارك يؤثر على النمو الجسمي ويؤثر أيضا على النمو الانفعالي فعلى سبيل المثال أبناء وبنات الطلاب عندما يصل الإنسان إلى مرحلة البلوغ تنشط لديه الغدد وتبدأ بالإفراز مثل الهرمونات الجنسية فتبدأ إذن هذا هو نمو جسمي فتبدأ مشاعر كل من البنت والولد في التغير تجاه الآخر فهذا التغير ماذا؟ أحسنتم انفعالي وممتازين وعقلي فيظهر ميل كل منهما إلى الآخر وهو ما يمهد إلى العلاقة الشرعية والعلاقة المقدسة فيما بينهما وهي الزواج إذن أبنائي نلاحظ التغير الجسمي أثر على الانفعالي وأيضا أثر على ممتازين النمو العقلي فهذا التغير أبنائي وبنات الطلاب لم يطر على الجسم فقط بل ذلك تجاوز إلى العقل وتجاوز إلى السلوك والانفعال والتعاطي وما يحيط بنا من مجتمع أبنائي وبنات الطلاب والمثال الذي ذكره حينما تتجاذب أو تتغير هرمونيا وجسميا بين الولدي أو الرجل والمرأة فيؤدي ذلك في النهاية إلى وجود علاقة شرعية مقدسة ألا وهي الزواج يؤثر أبنائي وبنات الطلاب النمو الجسمي في النمو العقلي وفي التفكير أيضا الطفل الذي بدأ لأول مرة في حياته يقف على رجليه ويمشي ويتحرك في المنزل حيث يستطيع أن يرى أشياء أن لم يرها من قبل فهذا يؤدي إلى تسجيل ذلك في ذاكرتي وهي عبارة عن خبرات تسجل في ذاكرتي وفي عقل الإنسان وهي معلومات أكثر فأكثر يتعلم يتعامل مع مواقف جديدة على سبيل المثال حينما يلمس أو يقوم بلمس الكأس الحار فهذا يؤدي في بداية الأمر لا يعرف ما يحدث لديه من ردة فعلا حينما يمسك أو يلمس الكوب الحار ففي المرة الأخرى أو في المرة القادمة نجد هذا الطفل لا يتعاطى أو لا يمسك الكأس الحار لأن لديه خبرة سابقة في هذا الموقف إذن التعامل والتعاطي مع مواقف جديدة مختلفة عما قبل عندما كان لا يستطيع المشي كالحذر لا يسقط من السلم كما أنه يرى والديه من ارتفاع مختلف عما سبق النمو العقلي كيف يؤثره عن النمو الجسمي أيضا هذه الدافعية الفطرية للتقليد والتعلم فالإنسان بطبيعته حينما يكون في عمر أو في عمر صغير فنجده دائما يقوم بالتقليد والمحاكاة لمن هم أكبر منه في حب الاستطلاع فهذا هو سبب في النمو العقلي يدفع الطفل أن لا يحاول أن يقف على قدمه ليرى أشياء لم يرها من قبل أو يحصل على لعبته فالتأثير في النمو العقلي يؤثر على النمو الجسمي كما أن قدرة الطفل على الحركة بسبب النمو الجسمي تسير له أو تيسر له تكوين علاقات مختلفة أبناء وبناء الطلاب علاقة الطفل حينما يولد تختلف حينما يكبر عام أو سنة عن سنة أو عام عن عام إلى أن يصل إلى أن يكون له مجتمع متزع هذا هو التأثير في النمو الجسمي على الجانب الانفعالي والاجتماعي أيضا النمو اللغوي في النمو الاجتماعي حينما ينطق الطفل أبناء وبناء الطلاب في السنة الأولى من عمره الكلمات السهلة التي من خلالها يستطيع أن يتواصل عما حوله من مجتمع المجتمع الصغير الأب الأم الأخوان أن وجدوا فهذه الكلمات تساعده على التواصل وعلى التخاطب وعلى أبناء وبناء الطلاب على طلب الأشياء فحينما يولد نجد الطفل حينما يريد أن يأكل يبكي حينما يريد أن يرفع أو يقوم بطلب الأشياء فنشاهده أو نلاحظه يبكي فحينما يتقدم في العمر يتطور فيتطور له أو يتطور له أو يكون له مخزون لغوي فنجد أنه يتغير في طريقة مخاطبته لوالدي في مخاطبته لأبيه أو في مخاطبته لأمه فهذا التطور اللغوي هو أحسنتم هو نتيجة للتكامل اللغوي الاجتماعي مع الجسم مع العقلي فهذا هو الترابط الذي نقصده أبناء وبنات الطلاب وفي المقابل فإن ضعف الجسم الإنسان أو ضعف الجسم الإنسان في مراحل متقدمة من العمر وعدم سهولة الحركة تؤثر بشكل مباشر على حياته فتصبح حياته الاجتماعية محدودة بشكل كبير وهذا ما نلاحظه في كبر السن هينما يتقدم به العمر يضعف النظار تضعف الحركة فنلاحظ أن الدائرة الاجتماعية لهذا الإنسان أو لهذا كبير السن نجدها تضيق وتقل مع تقدم العمر أبناء وبنات الطلاب ما هي التغيرات التي تشعر بها في هذا العمر جسمية أو انفعالية أو عقلية في عمركم أبناء وبنات الطلاب ممتازين أحسنتم هناك تغيرات وأنتم تلاحظونها لأن الفترة التي تمرون بها هي فترة المراقمة في فترة تغير هي فترة نمو هي فترة زيادة في الطول هي فترة أيضا ظهور تغيرات سواء كانت في الأبناء أو في البنات فهي تغيرات تحدث في هذا العمر بالتحديد أبنائي وبناتي الطلاب ثالثا المبادئ العامة للنمو للنمو هناك عدة مبادئ لا بد أن نعرفها أبناء وبنات الطلاب حيث وجدت الدراسات في تطور سلوك الطفل أن ينمو إنما يتم بشكل منتظم أن النمو يتم بشكل منتظم وأنه يتبع عدة مبادئ رئيسية بغض النظر عن مرحلتي النمو أولى هذه المبادئ النمو ليست عملية عشوائية النمو ليست عملية عشوائية أيضا لا بد أن هناك فروق فردية بين كل شخص وآخر بين كل طفل وآخر أن النمو باتجاه أن هناك للنمو اتجاه ابناء وبنات الطلاب النمو يبدأ من العام فيكون أو ينتقل إلى الخاص المبدأ شمولية النمو أن الجسم أبناء وبنات الطلاب والعقل والتفاعل الاجتماعي كل منهما ينمو جميعا لا ينمو جانب على جانب آخر مبدأ النمو عملية مترابطة متداخلة كما ذكرنا أن النمو الجسمي والعقلي والانفعالي كل منهما ينمو بطريقة مترابطة شاملة أيضا مبدأ الاختلاف في معدل النمو وأولى هذه المبادئ أبناء وبنات الطلاب أن النمو ليس عملية عشوائية أي النمو في جوانبه المختلفة يسير وفق سنن وقوانين أي وفق مبادئ وقوانين تحكمه محددة لكل نوع من أنواع المخلوقات وليس للإنسان فقط بمعنى أن هذا النمو ليس عملية عشوائية أي ليس مقتصرة على الإنسان بل أيضا على جميع الكائنات الموجودة على سطح الأرض وذلك دلالة على عظم الخالق سبحانه وتعالى مثالا على ذلك نجد أن الإنسان يجلس في الشهر السابع من مولده ويمشي هذا التطور أبناء وبنات الطلاب هو ما يقصد به أنه أحسنتهم أن النمو وعملية التطور الجسمي والعقلي والإنفعالي أنه لا يأتي عشوائية بل بطريقة منظمة محددة بقوانين إن الله هي دلالة أبناء وبنات الطلاب على عظم الخالق سبحانه وتعالى أيضا من المبادئ مبدأ الفروق الفردية مبدأ الفروق الفردية أبناء وبنات الطلاب لا بد نعرف ولا بد أن نكون موقنين أبناء وبنات الطلاب أن هناك فروق فردية مع أن كل الأفراد ملتزمون وراثيا بمبدأ أن الممتازين أحسنتم بالمبدأ الأول أنه ليس عملية عشوائية مبدأ النمو بل هو نظام دقيق إلا أن هناك أو في هذا النظام في حد ذاته يسمح بوجود هناك فروق فردية بين الجنسين سواء كان بين الأبناء والبنات بين الذكور والإناث أيضا بين البيئات قد تؤثر على عملية النمو أيضا من حيث السرعة نجد أن الطفل يمشي في شهر التاسع وغيرها قد نجد أحيانا أن الطفلا تنمو الأسنان الذي في عمر معين وبينما هناك طفل آخر قد تتأخر ولكن هي سنن محددة معروفة أبنائي وبنات الطلاب أما من حيث المقدار فنجد طفلا أكثر ذكاء من آخر وهذا هو التفاوت الذي قد يحدث أو ما نتحدث عنه في مبدأ الفروق الفردية أبنائي من خلال ما تشاهدونه من مجتمعكم من محيطكم من أسرتكم تلاحظون الفروق الفردية في الطول أيضا بالتغيرات الجسمية وهذا تلاحظون أبنائي ومن تطلع من خلال مهلاحظتكم لإخوانكم اكتبوا هذه الفروق الفردية التي ذكرناها سابقا وفسروا هذه الاختلافات أو من أين أتت هذه الاختلافات وبذلك أبناء وابنائي وطلاب ننهي درسنا لهذا اليوم شكرا ومقدرا لكم تفاعلكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح والنجاح